موسيقى لقاءات مكثفة لوزير الخارجية سامح شكري في نيويورك يستعرض خلالها فرصة الاستثمار المطروحة في الأسواق المصرية ومنطقة تنمية محور قناة السويس لفروف يطالب المجتمع الدولي بالمساعدة في إعادة عمار سوريا ويحذر القوى الغربية من محاولة تقويض الجهود الدولية لإنهاء الأزمة موسيقى مصرع 384 شخصا وإصابة المئة جراء زلزال وموجات مد بحري تضرب جزرا اندونسية موسيقى موسيقى تحية لكم مشاهدين الكرام منتصف النهار في القاهرة نشرة اخبارية جديدة شاملة من قناة النيل نبدأها بعد هذا الفصل موسيقى موسيقى عقد وزير الخارجية سامح شكري محادثات مع وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك على هامش أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيورك تناول الجانبان الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن التنسيق والتعاون بينهما في المحافل الدولية والإقليمية وفي مقدمتها للتحاد الأوروبي وخلال اللقاء أكد شكري حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع هولندا في المجالات الاقتصادية منوها بأهمية استفادة الشركات الهولندية من التسييلات التي تقدمها مصر للاستثمار في المشروعات القومية خاصة المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس أعرب وزير الخارجية سامح شكري خلال لقاه سيمون كوفني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي عن تطلع مصر لزيارة حجم التبادل التجاري بين البلدين مشددا على أهمية تشجيع الوفود التجارية الأيرلندية على زيارة مصر لاستكشاف الفرص التثمارية المتاحة كذلك بحث شكري مع نظيره الفنلندي تيمو ساني على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية والتقى شكري مع سيفين ميكسر وزير خارجية استونيا حيث استعرض التقدم المحرز في مصر لجذب الاستثمارات الخارجية ودعى مؤسسات الأعمال باستونيا إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار في مصر أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على توثيق التعاون بين مصر وباكستان في المجالات كافة بما يرقى لتطلعات البلدين جاء ذلك خلال لقاء شكري بنظيره الباكستاني شاه محمود قريشي وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأشار شكري خلال لقاء الاهتمام مصر بتنسيق التعاون بين ميناء جوادر وقناة السويس في إطار مشروعات الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ضمن مبادرة طريق الحرير أعلن وزير الخارجية سامح شكري عقب لقائه بنظيره الروسي سرجي لفروف في نيويورك أن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا سوف تساهم في فتح أفاق جديدة لعلاقات التعاون بين الدولتين في المجالات كافة وكان سامح شكري قد بحث مع نظيره الروسي سرجي لفروف سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة فضلا عن العدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وانضم إلينا عبر الهاتف سيارة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق سيارة السفير لقاءات متعددة قام بها سامح شكري وزير الخارجية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كيف تقرأ أهميتها في تنسيق وتعزيز التعاون بين الدول المختلفة في المجالات العديدة طبعا هذه اللقاءات تأتي استكمالا للعديد من اللقاءات والاجتماعات التي حضرها سيد رئيس عبد الفتاح السيسي إما أن بعض هؤلاء الذين قابلوا وزير الخارجية كانوا يأملون في مقابلة الرئيس والوقف كان محدودا أو أن هناك استكمالا من مال المصر باللقاء مع كل شركان الأشاسيين سواء في محاربة الإرهاب والاستقرار السياسي وعملية السلام والمصالح الاقتصادية التي تربطنا مثل هذه الدولة أخذ مثلا اللقاء مع وزير الخارجية روسيا روسيا استعدنا العلاقة معها ولكن أمامنا شوط طويل لكي نستعيد العلاقات التجارية التي كانت قائمة في السبينيات مع روسيا روسيا كما كانت الاتحاد السوريتي كانت تأخذ نحو 70% من التجارة الخارجية المصرية هذا الأقل من 10% صار لأن هذا سوق للبضائع المصرية هو سوق الجيد يستوى بالكثير من صادراتنا سواء الصمعية والتكيزات المنزلية أو الزراعية التي اشتهرت بها مصر هل هذه هي الأفاق الجديدة التي أشار إليها قال أنه لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الروسي سيفتح أفاق جديدة في العلاقات بين البلدين هل هذا هو المقصود؟ لا ما تحدثت عنه أنا هأساقه القديمة نريد أن نستعيدها الأفاق الجديدة هو بخول روسيا مرة أخرى في عملية الاستثمار في مصر استخدام منطقة قناة السويس والاستثمار فيها معاونة مصر في نهضة في البحرية المصرية معاونة روسيا أيضا في التصميع في الزراعي وهي ما أدور متقدمة في التصميع للحاصلات الزراعية الاستثمار هو الكلمة الجديدة لأنه روسيا لم تكن مستثمرة في مصر كانت من الدول التي نتعاون معها في القطاع الاجتماعي لكن لم تكن من كبريات الدول التي تستثمر في مصر هذا أعتقد هو الشأن الجديد أيضا لا أستبع أن هناك تعاونا سياسيا وأمنيا في كثير من المسائل عودة السياحة الروسية لما كانت عليه مرة أخرى أدي الملفات الجديدة فيها أيضا التقى سيدة الوزير مع وزراء خارجية هولندا وأيرلندا وباكستان كيف رأيت هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات المصرية والعربية من ناحية مع دول الأوروبية ومع دول إسلامية من ناحية أخرى مع هولندا وأيرلندا خادت ملفهم واحدة والملف الأوروبية ما تعلم فإن أوروبية قال له سيدة سفير الصوت انقطع الصوت واضح الآن أسمعك جيدا فضل إفن فضل هولندا وأيرلندا كما قلت هي دول صارت في مقدمة شركاء مصر في التجارة في الاستثمار للتحاد الأوروبية تحديدا وأكبر شريك في جالي لمصر وأكبر شريك في مجال الاستثمار ونريد أن أتوسع لكن هولندا ساعدت مصر في الكثير من المشروعات وأرجو أن أغضي بالرأي العام عندما أقول أن الخبرة الهولندية كانت وراء قانون الضريبة العقارية لنستعانى بالخبرة الأولادية لكي نطبق قانونا نطبق في البلدان الأوروبية والقانون المصر يخف من هذا أيرلندا مشهورة جدا هي أكبر مصدر لمصر أو مصر أيضا أكبر مستورد من أيرلندا في مجال اللحوم وهي تشتهي باللحوم كما أن أيرلندا نجحت ونريد أن نتعلم من تجربتها في الانتقال من دولة زراعية أهم ما تصدره هو حصيلة البطاطس إلى دولة من أكثر الدول الأوروبية التي انتقلت إلى الصناعات والصناعات الإلكترونية تحديدا نعم باكستان وميناء شوادر وتنمية قناة السويس نعم أنا أشكر سيادتك وأعتذر لأن الصوت غير واضح تماما من المصدر أشكر سيادتك شكرا جزيلا سيادة السفير جمال بيومي مساعدة وزير الخارجية الأسبق ومازلنا مع حضراتكم في نشرة الأخبار وزير الخارجية السعودي عادي الجبير أكد خلال لقاء وكلمتي أن قطر تواصل سياساتها الداعمة للإرهاب ودعى وزير الخارجية السعودية عادي الجبير إلى تكثيف الجهود المخلصة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للقضايا الفلسطينية إن المملكة العربية السعودية تؤمن أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب ردع إيران عن سياساتها التوسعية والتخريبية لقد قامت إيران بتشكيل الميليشيات الإرهابية المسلحة وتزويدها بالصواريخ البلستية واغتيال الدبلوماسيين والاعتداء على البعثات الدبلوماسية فضلا عن إثارة الفتن الطائفية وتدخلها في شؤون دول المنطقة إن هذا السلوك العدواني يشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن الأمر الذي جعل إيران تحت طائلة العقوبات الدولية وزير الخارجية السعودية عدل الجبير أكد أيضا خلال كلمته أن قطر تواصل سياستها الداعمة للإرهاب جهودنا الحازمة والمستمرة لمكافحة الإرهاب قامت بلادي ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بمقاطعة دولة قطر فلا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها ولم تلتزم بتعهداتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 واتفاق الرياض التكميلي عام 2014 أن تستمر في نهجها قطر تمادت في ممارساتها وهو ما جعل من مقاطعاتها خياراً لا مفر منه ودعا وزير الخارجية السعودي إلى تكثيف الجهود المخلصة من أجل التواصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية كانت القضية الفلسطينية ولا زالت هي القضية المحورية والجوهرية لبلادي وللعالم الإسلامي منطلقة في ذلك من إيمانها بالحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استناداً على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومن هنا نجدد دعوتنا إلى تكثيف الجهود المخلصة لإنهاء أطول صراع تشهده المنطقة دعا وزير الخارجية الروسي سرجيل أفروف إلى أمم المتحدة إلى المساعدة في إعادة عمار سوريا في حين ترفض الدول الغربية أي مساهمة في هذا المجال قبل التوصل إلى حل سياسي وشدد أفروف أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة على ضرورة إعمار البلاد بوصفها أولوية للجهود الدولية من أجل السمح لملايين اللاجئين بالعودة إلى سوريا مشيراً إلى أن الظروف باتت ملائمة للتوصل إلى حل سياسي على أساس قرارات الأمم المتحدة في غضون ذلك حذر وزير الخارجية الروسي سرجيل أفروف القوى الغربية من محاولة تقود الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المستمر منذ سبع سنوات في سوريا مشيراً إلى أن عملية تسليم نظام الدفاع الصاروخي S-300 لسوريا بدأت بالفعل وأشار لفروف إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة هي الآن الأسوأ بين كل الأوقات في تاريخ العلاقات بين موسكو وواشنطن أضاف لفروف إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد تقدم يذكر في المفاوضات بين موسكو وواشنطن في عدد من الموضعات بما في ذلك مكافحة الأرهاب والاستقرار الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط من جانبي قال جيم جيفري ممثل الولايات المتحدة الخاص بسوريا إن بلاده سوف تتبنى مع حلفائها استراتيجية تعزلة تشمل العقابات إذا عرقل الرئيس بشار الأسد العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب وكان مجلس الأمن الدولي قد فوض مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفن ديمستورا للتوصل إلى اتفاق على دستور جديد وانتخابات جديدة وأصلاح نظام الحكم في سوريا تقوم منظمة دار العطاء بالعاصمة الأردنية عمان بتعليم أرامل سوريات من مدينة حمس فررنا من الحرب بعد أن فقدنا أزواجهن تعليمهم مهارات جديدة حتى يتمكن من بديء حياة جديدة دار العطاء مبنى يقع في شمال غرب العاصمة الأردنية عمان تخصص في تعليم السيدات السوريات التي فقدنا أزواجهن في حمس دروسا في الخياطة وتصفيف الشعر جمعية رابطة حمس في الخارج قامت بإعادة ترتيب تلك الدار قبل ما يزيد عن ثلاث سنوات للمساعدة في منح النساء الأرامل المهارات اللازمة لبدء حياة جديدة طبعا نحن إلا هدفين هدف قريب وهدف بعيد الهدف القريب أنه هست أعدي بهذا المكان تركت أهلها تركت بيتها فأدت زوجة فأدت المعيل فنعلمها مهني أنه تستفيد منها بالمستقبل هي أولادها فبتعبي وقتها بالشيء مفيد أما بالمستقبل هدف البعيد طبعا هذا المكان ما دايم لحدا وهذا البلد ما دايم لحدا ما صيرنا بالمستقبل نفزع لبلدنا فإنشان يكون معها مهني شهادة وما تعتاز حدا إن شاء الله إذا رجعت بلدها عائشة لحمط أرملة سورية هاربت إلى الأردن في عام 2013 بعد أن فقدت زوجها منذ حوالي ست سنوات وهي الآن تتلقى دروسا في تصفيف الشعر لتتمكن من إدارة شؤون حياتها أخذت التدريب لتعلم وأستفيد من المصلحة لإذا رجعنا على سوريا أقدر أعين حالي وأعين أولادي أنا زوجي مفقود من ست سنوات ومصروفهم شخصي تدريسهم تعليمهم يعني الحياة ومتطلبات الحياة بدأ شغل وبدأ تعب ولازم هذه المصلحة ليس هذا فحسب ما يقدمه دار العطاء من عمل الإنسانية بل تخطى ذلك إلى مد يد المساعدة ماديا وتعليميا إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من عام إلى ثمانية عشر عاما أنا هنا دار العطاء بسوي نشاطات كثير منها لعب كرة القدم ونشاط الحساب الذهني وأنا حاب أرجع إلى سوريا أدرسني الطب عشان أداول مرضى الفقراء من مجانة فهؤلاء الأطفال مثلهم مثل أمهاتهم يأملون أن يستخدموا ما تعلموهم المهارات في بدء حياة جديدة لدى عودتهم إلى وطنهم سوريا لقي 384 شخصا مصرعهم وصيب مئات الجرحة وفق حصيلة أولية علنها المتحدد باسم وكالة إدارة الكوارث في مدينة بالو بجزيرة سولويسي الإندونيسية ذلك بعدما ضربتها موجة مد بحري تسونمي بارتفاع متر ونصف متر إثر زلزال عنيف بقوة سبعة ونصف درجة على مقياس رختر وقد استمرت الهزات الارتدادية القوية في المدينة حتى صباح اليوم واجتاحت أمواج وصل ارتفاعها إلى مترين المدينة السياحية كذلك انقطع الطيار الكهربائي والاتصالات حول المدينة بالكامل فضلا عن إغلاق حركة الملاحة الجوية في مطار المدينة في حين تواجه السلطات صعوبات في تنسيق جهود الإنقاذ كشرت الأرض عن أنيابها في اندونيسيا ورد عليها البحر بضربة لا تقل عنفا زلزال بقوة سبعة ونصف درجة على مقياس رختر ضرب اندونيسيا أكبر سكان على الخروج مذعورين من منازلهم نحو الشوارع في مدينة بالو وكأن زلزال لم يكن كافيا لتلحقه موجة تسونمي عاتية والنتيجة انهيار عدد كبير من المنشآت وتوقف الحياة تماما رئيس وكالة رصد الزلازل والتسونمي في اندونيسيا أكد أن الزلزال ضرب وسط جزيرة سولويسي على عمق عشرة كيلومترات وتسبب في حدوث موجة مد تسونمي في مدينة بالو التي تبعد عن مركز الزلزال بنحو ثمانين كيلومترا مسؤولنا قالوا أن الأمواج التي وصل ارتفاعها إلى مترين ضربت شواطئ منتج عبالو السياحي وبلد الدنجالة التي تقع على بعد 27 كيلومتر من مركز الزلزال الزلزال الذي ضرب سولويسي أسفر عن انهيار مبان وانقطاع الطير الكهربائي في مناطق واسعة فيما تحدث مسؤولون عن سقوط عدد من القتلى وزارة الاتصالات الاندونسية قالت أنها تعمل على إصلاح 276 محطة كهرباء لحقت بها أضرار جراء الزلزال وذكر مسؤولون أن الهزات الارتدادية وانقطاع الكهرباء والاتصالات زاد من صعوبة تنسيق جهود الإنقاذ وكالة الأرصال الاندونسية أعلنت انحصار أمواج المادة التي تراوح ارتفاعها بين متر ونصف إلى مترين بعد أن تحولت المناطق التي ضربها الزلزال إلى مشهد فوضوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى اندونيسيا تقع في منطقة حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة تشتهر بكثرة الزلازل أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات القمع الوحشي الذي مرسته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة أمس الجمعة ما أصفر عن سقوط سبعة شهداء معظمهم من الأطفال والصبية فضلا عن أكثر من خمسمائة جريح خلال مشاركتهم في أعمال وفعاليات الجمعة السابعة والعشرين من مسيرات العودة الكبرى خلال الاحتجاجات الإسفعية على حدود قطاع غزة والتي شارك فيها آلاف الفلسطينيين استشهد عدد منهم وأصيب المئات بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم واستشهد ما لا يقل عن 190 فلسطينيين منذ بادئ الاحتجاجات الإسفعية في شهر مارس الماضي والتي تهدف إلى دعم مطالب حق العودة للفلسطينيين وإنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة قال إن من بين الشهداء من يبلغ عمره 14 عاما مشيرا إلى أن من بين الإصابات 83 برصاص الحية شهود عيان قالوا إن أكثر من 30 طفلا من بين المصابين وأربعة مسعفين أحدهم برصاص الحية بالإضافة إلى صحفيين اثنين نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال على حشود المواطنين على طول السياجة الحدودية الشرق القطاع غزة واندلعت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب القطاع وشرق مخيم البريتج وسط القطاع وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع شرق مخيم البريتج وسط القطاع شرق مخيم البريتج وسط القطاع الأمم اليمنية أنها لن تتعاون مع فريق خبراء الأمم المتحدة بعد تصويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تمديد مهمة بعثة التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه المجموعة العربية بيانا مشتركا حول فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد مشاء الأوضاع في اليمن أوضحت فيها أن فشل اعتماد القرار جاء نتيجة عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسنبورغ وإيرلندا وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول التي تقدمت بمشروع القرار وملاحظاتها تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقلمين المقدم لهذه الدورة ومع تراه من مغالطات أكدت وزارة الخارجية العراقية اليوم التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه وتأمينها وذلك على خلفية قرار واشنطن سحب موظفة القنصلية الأمريكية في البصرة وكانت الولايات المتحدة قد قررت أمس إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة وارجعت سبب القرار إلى أعمال العنف الدائرة هناك وشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيزر نورث إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو أمر بمغادرة جميع الموظفين الأمريكيين من البصرة موضحة أن الخدمات القنصلية ستؤمنها استفارة الأمريكية في بغداد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان نجاح عملية التصويت الخاصة بانتخابات برلمان كردستان مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في عموم الإقليم بلغت 91% ومن المقرر أن يجري البرلمان المركزي غدا تصويتا لاختيار سبعة مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذي كان مقتصرا منذ عام 2005 على الأكراد على أن يعقبه تصويت عام في البرلمان العراقي بعد غد الاثنين لانتخاب رئيس الجمهورية حلم الدولة الذي لم يكتمل ووضع المناطق المتنازع عليها وإعادتها إلى حدود كردستان وعائدات النفط هي أبرز محددات أول انتخابات برلمانية في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي منذ إبطال نتائج الاستفتاء على انفصاله في ستمبر 2017 الانتخابات تنطلق الأحد أمام ثلاثة ملايين وخمسة وثمانين ألف ناخب لاختيار مائة وأحد عشر نائبا من بين سبعمائة وثلاثة وسبعين مرشحا منهم مائة امرأة وامرأة وهناك أحد عشر مقعدا مخصصة للأقليات بواقع خمسة للتركمان وخمسة المساحيين الأشور والسريان ومقعد واحد للأرمن ثلاثة تحالفات سياسية تشارك في الانتخابات هي تحالف سردم المعاصر ويضم الحزب الاشتراكي الكردستاني وحزب العمال والكادحين الكردستاني والاتحاد القومي الكردستاني وتحالف الوحدة القومية ويضم حزب بيت النهرين الأشوري وحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني وطيار شلامة والمجلس القومي الكلداني أما التحالف الثالث فهو تحالف الإصلاح ويضم الاتحاد الإسلامي في كردستان والحركة الإسلامية في كردستان لكن أبرز المتنافسين في الانتخابات هما الحزبان الحاكمان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وكذلك الجبهة التركمانية العراقية ويتوقع المراقبون هيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني على انتخابات الأحد عقب نجاحه في حصد 25 مقعداً في الانتخابات النيابية العراقية العامة في مايو الماضي وهو أكبر حزب كردي ويسيطر على 38 مقعداً هي أكبر عدد من المقاعد في برلمان الإقليم ويتوقع أن يكون ثاني الرابحين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وهو يحتل 18 مقعداً في كل من البرلمان الكردي والبرلمان الاتحادي العراقي نشرتنا مستمرة فيها بعض أخبار الاقتصاد الرئيس الأمريكي أمور بإجراءة مزيد من التحقيقات حول مرشحه للمحكمة العليا القاضي بريت كافانو المستهب بارتكاب تجاوزات أخلاقية ترجمة نانسي قنقر لقاءات مكثفة لوزين الخارجية سامح شكري في نيورك يستعرض خلالها فرصة الاستثمار المطروحة في الأسواق المصرية ومنطقة تنمية محور قناة السويس مصرع 384 شخص وإصابة المياه جراء زنزال وموجات مد بحري تضرب جزراً اندونيسية شاهدين الكرامة لن ننتقل إلى النشرة الاقتصادية والزميل محمد سليمان لكن بعد الفاصل أهلاً بحضراتكم أخبار الاقتصاد في بانوراما متصف اليوم وأبرز ما فيها وزير البترول يعلنوا أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناته المستوردة منذ الأسبوع الماضي أهلاً بحضراتكم قال وزير البترول والتروة المعدنية المنصطرق الملة أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي وأشار الملة إلى أن مصر حققت الاجتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بينما تعملوا على التحول إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة من خلال تسيل الغاز وإعادة تصديره نحن نقدر نقول أن نحن زي ما كنا نتكلم على وصولنا الاجتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي الحمد لله مع مراحل الأخيرة من مشروع حقل زهر وزيادة الإنتاج به ووصلنا لأكثر من 2 مليار أدم مكعب في اليوم في أول هذا الشهر نحن الحقيقة في هذا الأسبوع نقدر نقول أن نحن استلمنا آخر شحنة من شحنات الغاز الطبيعي المستوردة وبالتالي نقدر نقول أن نقدر نقول أن نحن بطلنا استراض غاز طبيعي المستوردة وإن شاء الله اعتبارا من شهر أكتوبر نقدر نقول أن ندخلين في مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج أم محلي بحيث أنه يغطي احتياجات الصناعة، يغطي احتياجات الكهرباء ويغطي احتياجات المنزلي وإن شاء الله نستكمل هذه المسيرة للغاز الطبيعي بحيث أن نوصل للمراحل اللي نقدر ندخل على إضافة صناعات القيمة المضافة ونتكلم في التصدير بعد كده وكل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها الحمد لله لزيادة الدخل القومي إن شاء الله ونحسن من القيمة المضافة لهذا الانتاج الحيوي الخاص بالموارد الطبيعية المصر أغلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باب الترشح لمنصب المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري صندوق مصر وأوضحت الدكتورة هلالسعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن عدد المتقدمين لوظائف الصندوق قد بلغ نحو أربعمائة شخص منهم مائتان وعشون متقدما لوظيفة المدير التنفيذي للصندوق من بينهم كوادر مصرية متميزة من داخل مصر وخارجها ذلك إلى جانب عدد كبير من الكفاءات الأجنبية وأشرت السعيد إلى تشكيل لجنة متخصصة مستخلة تضم خبراء متميزين ستقوم بتصفية المتقدمين لعرض أفضلهم على رئيس مجلس الوزراء أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية بقيمة 16 جنيها وذلك اعتبارا من أول الشهر المقبل وحتى نهايته وقال وزير المالية أن سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية يذكر أن الوزارة أعلنت في أول سبتمبر الماضي استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها وحتى 30 من سبتمبر الحالي كشفت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن نسبة الاعتماد على المكون المحلي ارتفعت إلى 75% في العام الحالي وذلك مقابل 65% بنهاية عام 2017 وأشارت الغرفة أنها تعمل على إحلال المكون المحلي محل الأجنبي المستورد من الخارج وذلك من خلال تعاونها مع الورش الصغيرة لإحداث التكامل الصناعي بينهما وبدأت غرفة الصناعات الهندسية برنامج تعميق المكون المحلي بنهاية عام 2016 بعد عملية تحرير الصرف بسبب ارتفاع تكلفة استيراض المكونات اللازمة لعملية الصناعة بصورة كبيرة اجتمع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعروي مع وفد من جمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس علي عيسى لاستعراض الفرص الاتثمارية بالمحافظات وأكد الوزير حرص الحكومة والوزارة على التواصل مع كافة شكاء التنمية في مصر خاصة مجتمع الأعمال موضحا أن الحكومة تؤمن بأن قطاع مجتمع الأعمال شرك أساسي لدفع قاطرة التنمية في البلاد وفق صندوق النقد الدولي على صرف 245 مليون دولار من قرد ممنوح لتونس وهي الشريحة الخامسة بموجب برنامج إقراض وقعه البنك مع تونس ما يفتح الطريقة أمامها لبيع سندات بقيمة مليار دولار الشهر القادم ويرتبط برنامج القرد بأن تواصل تونس إصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الميزانية تحت السيطرة وتتوقع تونس أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى ما بين 3 إلى 3.5% العام القادم وذلك من 2.9% متوقع في 2018 مدفوعا بتعافي صناعة السياحة والتوسع في القطاع الزراعي دعا الرئيس المكسيكي المنتخب أنديرس مانويل كندا للانضمام إلى نسخة معدلة من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نفتا بين المكسيك والولايات المتحدة مؤكدا أنه ما زال هناك وقت لانضمامها وأضاف رئيس المكسيكي أنه تحدث مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الخميس الماضي لمناقشة المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وكندا بشن نفتا مشيرا إلى أن المكسيك ستصر على أن تبقى نفت اتفاقا ثلاثي الأطراف يشمل كندا وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون ضخم للإنفاق يقدم مئات المليارات من الدولارات لوزارة الدفاع ويتفادى تهديدا بإغلاق الحكومة الاتحادية على الأقل حتى ديسمبر القادم يتضمن مشروع القانون نحو 675 مليار دولار لتمويل وزارة الدفاع للسنة المالية والتي تنتهي في الثلاثين من سبتمبر 2019 كان ترامب قد هدد بأن يدعي الحكومة تتوقف عن العمل في أول أكتوبر الجاري إذ لم يوافق الكونجرس الأمريكي على الأموال التي يريدها لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة زاد بمقدار 269 ألف برميل يوميا في يوليو ليصل إلى 10.96 من 100 مليون برميل يوميا وهو مستان قياسي بفضل قفزة في الإنتاج في تكساس ونورث داكوتا وقفز إنتاج الخام الأمريكي بفضل طفرة في النفط الصخري حيث ينافس حاليا روسيا والسعودية أكبر منتجين في العالم انتهت أخبارنا الاقتصادية وعودة لاستكمال البنوراما مع الزميل علي مبارك بعد الفاصل تحية لكم من جديد وشكرا لزميل محمد سليمان أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الـ FBI بإجراء مزيد من التحقيقات حول مرشحه للمحكمة العليا القاضي بريت كافانو المتهم بارتكاب تجاوزات أخلاقية وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على أن يرجع لأسبوع كحد أخصى تصويته المتعلق بتثبيت مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحكمة العليا القاضي بريت كافانو وذلك من أجل منح الـ FBI الوقت للتحقيق في مزاعم تحرش جنسي تطالو كافانو كانت لجنة العدل التي يقودها الجمهوريون قد صادقت في وقت سابق على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لبريت كافانو إلى المحكمة العليا إلا أن السيناتور الجمهوري المعتدل جيف فليك دعا لأن يفتح مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقا في مزاعم بسوء السلوك الجنسي ضد القاضي قبل التصويت النهائي لمجلس الشيوخ وأدت جلسة استماع ماراثونية نفى فيها كافانو اتهم الأستاذة الجامعية بلازي فورد بالاعتداء عليها جنسيا قبل 36 عاما إلى استقطاب حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين الذين تبادلوا السبابة والاتهامات على خلفية ترشيح كافانو للمنصب كان ترامب قال إنه يمكن أن يعدل عن ترشيح كافانو إذا اقتنع برواية بلازي فورد لكنه أعاد تأكيد دعمه لمرشحه دعيا مجلس الشيوخ إلى التصويت في أسرع وقت شكرا للزميل أيمن الشيخ وختاما هذا تذكير بأبرز العنوين لقاءات مكثفة لوزير الخارجية سامح شكري في نيورك يستعرض خلالها فرصة لاستثمار المطروحة في الأسواق المصرية ومنطقة تنمية محور قناة سويس لفروف يطالب المجتمع الدولي بالمساعدة في إعادة أعمار السورية ويحذر القوى الغربية من محاولة تقود الجهود الدولية لإنهاء الأزمة مصرع ثلاثمائة وأربعة وثمانين شخصا وإصابة المئات جراء زلزال وموجات مد بحري تضرب جزرا اندونيسية نهاية هذه النشرة شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء